موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى نسرة الأخبار الرئيسة من قناتكم السعودية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان ببرقيات تهنية لمناسبات وطنية آزير الداخلية يؤكد نجاح الخطط الأمنية كافة لحج هذا العام ويشيد بالجهات المشاركة الحجاج ينهون مناسكهم بطواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وبدعوة من المملكة اجتماع طارق لمنظمة التعاون الإسلامي غدا في جدة لبحث تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنية بمناسبة موسم ونجاح موسم حج هذا العام من سمو الشيخ صعود بن سقر القاسمي حاكم رأس الخيمة ومن سمو الشيخ صعود بن راشد المعلى حاكم إم القوين ومن سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة ومن سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان ثمنوا خلالها الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة والمؤساسة المعنية التي تكللت بالنجاح المتميز لموسم هذا الحج بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنية للسيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا عرب الملك وسمو العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب كندا الصديق التراد التقدم والازدهار كما بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد برقية تهنية للرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والرئيس إفريست ندايشي مي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهم ولشعوبهم الأمن والاستقرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التهنية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام أكد وزير الداخلية أن نجاح هذا الموسم تحقق بفضل من الله وتوفيق منه ثم بإشراف القيادة المباشر مضيفا أن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج تمكنت من تنفيذ كافة الخطط وتقديم الخدمات للحجاج بمعايير الجودة المطلوبة وشدد على أن المشاركين قد أدوا مهامهم باحترافية عالية حيث لم يشهد الموسم ما يعكر صفوه أو يؤثر على أمن وسلامة الحجاج كما لم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية هذا ويوصل الحجاج تأدية طواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام تشريق مختتمين مناسك الحج كانت شؤون الحرمين قد جندت كوادرها وطاقاتها لتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية إضافة إلى تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن وهذه مشاهد مباشرة من المسجد الحرام يؤدي الحجاج طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد الانتهاء من أداء مناسكهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفيما يودع حجاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسة بعد أن تموا مناسك حجهم بطواف الوداع يواصل شباب الوطن بهمة عالية وبشرف لا مثيل له خدمة ضيوف الرحمن بشغف كبير انتهت أعظم رحلة إيمانية بأكف مرفوعة متوجهة إلى الله تعالى بأصدق الدعوات تضرعا وخشوعا وتذللا ورغبة ورهبة شرع جموع الحجاج في توديع أطهر البقاع متوجهين إلى ديارهم بعد رحلة خالصة مخلصة لوجه الله تعالى ولسبيله تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة أكثر دعاء أنه ربنا يرحمنا ورجعنا لهذه البلاد مرات أخرى ومرات عديدة لأنه حقيقة الآن إحنا جامعين وهذا آخر يوم عندنا لأنه إحنا متعجلين يعني هذا نسأل الله أنه ما يكون آخر عهدنا في هذا المكان إن شاء الله عز وجل كل الدعوات وكل الأسام الارتكبة الإنسان في حياته هي بتنزل في هذه اللحظة لما ربنا آتنا بجني أسنة وفي لا يراتي أسنة وكنا عزبنا آمين وعلى الرغم من تعدد اللغات والثقافات والألوان والأعمار إلا أن الألسنة توحدت بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك معترفة أمام ربها بذنوبها منكسرة بين يديه وشعور تتبعه دموع شعور الإخلاص في القصد والإيمان وإقبال لآداء ركن ركين تهو القلوب إلى مكانه إنتهت رحلة الحج ورجال المملكة ونساؤها بمختلف جهاتهم وقطاعاتهم يسطرون أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتقديم الخدمات وتسهيل المهمات لضيوف الرحمن وفي ظرف ساعات قليلة تخلو هذه البقاعة الطاهرة بعد أن كانت تضج تكبيرا وتسبيحا وتهليلا وفي هذه الأماكن يدنو بها الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم خالد الربعي المشاعر المقدسة ويشهد مطار الملك عبد العزيز في جدة أعلى طاقاته الخدمية والتشغيلية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء مناسكهم الزميل عبدالغامدي من مطار الملك عبد العزيز في جدة أهلا بك عبدالله كيف تصف هذا المشهد مغادرة الحجاج ما هي الأرقام القياسية التي قد وصلت إليك في مطار الملك عبد العزيز في جدة لتوديع الحجاج أول شيء الله يمسك بالخير ضافر ويمسي متابعي أخبار السعودية لعلي هنا في البداية أود من زميل المصور أن يأخذ لنا اللقطة لهذه الكاونترات وهذه الأعداد الكبيرة من المغادرين الذين يصطفون أمام الكاونترات استعدادا لمغادرتهم هذه الصالة خصصت لحجاج الداخل فقط تم تحويلهم من صالة رقم واحد بمطار الملك عبد العزيز إلى هذه الصالة تحديدا صالة رقم اثنين داخل مجمع صالات الحج والعمرة هناك أيضا جانب آخر وهو جانب التقنية الذي يستخدم لحجاج الخارج حجاج الخارج نلحظ منذ وصولهم ودخولهم إلى هذه الصالة أنهم يتجهون مباشرة إلى الكاونتر الخاص بالجوازات حيث تم تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي ونظام التقنية الحديثة من خلال الحجاج لهذا العام يتم إصدار بطاقة صعود الطائرة واستلام العفش لكافة الحجاج المغادرين وإرسالها قبل أن يصلوا إلى المطار ليتم شحنها إلى داخل الطائرات كل ما على الحاج هنا هو إبراز جواز سفره وإبراز بطاقة الصعود والدخول إلى كاونتر الجوازات ومن ثم الصعود إلى داخل الطائرة إذن هناك تقنيات هناك جهود كبيرة من قبل الشباب السعودي بعد أن من الله على الحجاج بختام موسم حجهم ها هم يعودون الآن إلى هذه المنطقة لكن عبد الله هل هناك من أرقام لديكم بخصوص عديد الحجاج الذين قد غادروا اليوم أطار الملك عبد العيس في جدة هل هناك من أرقام ماذا عن الازدحام هل هذا الموسم إن شاء الله خالي تماما من الازدحام قد يطرى هناك بعض الشوائب في مواسم سابقة ولكن هذا الموسم نشهد أن هناك ربما اختفاء لهذا الازدحام لعلك تؤكد ذلك نعم بالفعل هناك ترتيبات مسبقة منذ يوم أمس حتى هذا اليوم غادرت أكثر من ثلاثمائة رحلة ولعلي قبل قليل كنت في إحدى الصالات الداخلية وهي مغادرة آخر الرحلات الخاصة بحجاج دول الخليج العربي حيث بلغ عدد الرحلات التي غادرت حتى هذا اليوم ما يقارب ثلاثمائة واربعين رحلة لمختلف دول العالم المتعجلون اتجهوا من يوم أمس وغادروا أيضا هناك أعداد كبيرة في الطريق قادمة ولكن هناك ترتيبات مسبقة هناك عملية فرز خارج هذه الصالات لا يتم دخول الحاج إلا وقد اكتملت إجراءاته فقط عليها الاتجاه إلى كاونتر الجوازات هناك أيضا إجراءات جديدة تم تطبيقها وهي السماح للحجاج بالمغادرة من أي مطار يتم اختياره بعد أن تم تحديد مدة ثلاثين يوم نظامية يستطيع البقاء من خلالها وهذا ما يتيح للحجاج التعرف على معالم مناطق المملكة ولعلي هنا أذكر في محافظة جدة أبرز المعالم التي يمكن للحجاج الاتجاه إليها هناك منطقة جدة تاريخية هناك منطقة البلد التي تعد أفضل مركز للتسوق هناك الواجهة البحرية هناك نادي اليخوت هناك أيضا نادي السباقات وهي مناطق مفتوحة جميعا بإمكان أي حاج البقاء داخل جدة وفق الاشتراطات والإجراءات النظامية ويستطيع التمتع والتعرف على ما تحتويه بلادنا من إمكانيات سياحية وأماكن يستطيع أن ينقل للآخرين الصورة عن هذه الأماكن نعم عبد الله ولكن هناك رحلات أيضا بأن جميع الجهات الحكومية في أقل من دقيقة أو ثلاثين ثانية هناك رحلات متجهة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى المدينة المنورة ماذا شاهدت من سهولة في هذا الموضوع لخروج الحجاج وانتقالهم إلى المدينة نعم من خلال متابعتنا تم توفير الطرق البرية أيضا القطار قطار الحرمين ينقلهم بأعداد كبيرة وبرحلات تكاد تصل إلى ثلاثين رحلة يوبيا وبالمناسبة تم تخفيض الأسعار إلى خمسين في المئة للحجاج لزيارة المدينة هناك أيضا تم تجهيز نقاط أمنية ترافق الباصات الخاصة بالحجاج المتجهين إلى المدينة المنورة للبقاء في المدينة المنورة وزيارة أهم الأماكن فيها إذن جميع المناطق القريبة من مكة المكرمة متاحة لجميع الحجاج لزيارتها والتعرف وسيلقون نفس الخدمات التي وجدوها في مكة المكرمة نعم تقبل الله من الحجاج حجهم وشكرا لك كنت معنا من جدة من مطار الملك عبدالعيز الدولية في نشرتنا ولكن بعد قليل أمنيا ضبط أكثر من عشرة آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع أهلا بكم أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله سواحة نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية وأنه محاقق لأرقام استثنائية لموسم حج هذا العام من جانبه أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء دكتور محمد التميمي تسجيل مؤشرات أداء للشبكات ذات مستويات عالية عبر ستة ألاف برج اتصالات بزيادة بلغت أربعة وسبعين في المئة عن عام الفين وتسعة عشر فيما تجاوز عديد أبراج الجيل الخامس الفين وتسعمائة برج بزيادة بلغت ألف ومائتين وخمسة في المئة مقارنة بالعام تسعة عشر على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما أكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تجهيز البنية التقنية للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج وعملت سدايا على تأمين دوائل الاتصالات الأساسية والاحتياطية في المنافذ لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذا المناطق الأخرى أرقام طبية قياسية واستثنائية في موسم الحج حيث قدم أكثر من ستة وثلاثين ألف من الكوادر الصحية من كافة القطاعات الصحية وبمساعدة من أكثر من سبعة ألاف وستمائة متطوع خلال موسم هذا الحج قدموا الخدمات الطبية لأكثر من أربعمائة ألف حاج فقد تم إجراء أكثر من خمسين عملية قلب مفتوح وأكثر من ثمانمائة قصطر قلبية إضافة إلى ما يزيد على ألف وستمائة جلسة غسيل كلوي والتعامل كذلك مع أكثر من ثمانية ألاف إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة أعلن وزير الحج والعمرة دكتور التوفيق الربيع مع ختام هذا الموسم بدء الوزارة فعليا في الاستعداد لموسم الحج المقبل أكد الربيع خلال حفل ختامه ميسك تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للحج المقبل وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوزارة كما أشار في وزير الحج أن أولوية اختيار الدول المواقع في المشاعر المقدسة لمن ينهي تعاقداته مبكرا ودعا شركات تقديم الخدمة إلى الاستعداد للحج المقبل بأفضل خدمات لضيوف الرحمن سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقما قياسيا جديدا خلال موسم حج هذا العام بضخ أكثر من مليون متر مكعب من المياه إلى المشاعر المقدسة في يوم عرفة وحدة ضمن خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مصادرها المتعددة لخدمة ضيوف الرحمن كما عملت التحلية على جاهزيتها في وقت مبكر بزيادة الطاقة الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك المشاعر المقدسة بـ 78 مليون ونصف المليون متر مكعب من المياه المحلة إضافة إلى زيادة المخزون الاستراتيجية في مأسم الحج إلى مستويات قياسية هذا العام بأكثر من 6 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاح الخطة التشغيلية لها لهذا الحج وتسجيلها أحمالا غير مسبوقة بلغت 4464 ميجاوات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو حالات طارية في مكة المكرمة والمشاعر نتيجة استقرار المنظومة الكهربائية وجهود أكثر من ألفي خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام الموسمة فيما كشف مدير الأمن العام رئيس لجنة الأمنية في الحج الفريق البسامي عن 105 حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابات العامة أعلن كذلك أن الجهات الأمنية ضبطت 17615 شخصا لا يحملون تصاريح حج نظامية منهم 9509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وقد بلغ عديد المقيمين المعادين من غير المقيمين في مكة المكرمة أكثر من 200 ألف شخصا كما وعيدت أكثر من 128 ألف مركبة غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقبض على 33 ناقلا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وتمت إحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أما في المدينة المنورة فقد أعلنت وكالة شؤور المسجد النبوي استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج وهيئت كافة الخدمات لهم فقد هيئت المسجد النبوي بخدمات متجددة بالإضافة إلى جاهزية المعارض والمتاحف ومكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن المعارفية وقد وصلت إلى المدينة المنورة اليوم أولى رحلات حجاج برنامج ضيوف الرخادم الحرمين الشريفين للحج قادمة من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج فيما يستمر وصول ضيوف الرحمن برنامج إلى المدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري برا عبر الحافلات من جانبها جندت أمانة منطقة المدينة المنورة ما يقارب من عشرة ألاف من كوادرها البشرية إضافة إلى تجهيز أسطول متكامل من المعدات والأليات تقدر بأكثر من ثمانمائة آلة ومعدة ضمن خطتها التشغيلية لاستقبال طلائع ضيوف الرحمن ذكرت الأمانة أنها تسعى إلى رفع وطيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ الرقابة والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية إضافة إلى أعمال تحسين مستوى النظافة والصحة البيئية يعد قطار الحرمين أحد أسرى عشر قطارات كاربائية في العالم حيث لا تتجاوز مدة انتظار الحاج في المحطة ساعة واحدة هذه هي محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة التي ينطلق منها حجاج بيت الله الحرام إلى جدة والمدينة المنورة عبرها قطارات تعد ضمن أسرى عشر قطارات كاربائية في العالم في هذا الموقع ينتظر الحجاج موعد انطلاق رحلاتهم في مدة زمنية لا تتجاوز الساعة واثنين وثمانين رحلة مغادرة في اليوم الأول عشرة أرصفات تغادر منها القطارات كل قطار يتكون من ثلاثة عشر عربة أربعمائة وسبعة عشر مسافراً في كل رحلة من الرحلات المغادرة هذه هي النقطة الأخيرة بضع دقائق ويغادر حجاج بيت الله الحرام مكة المكرمة وفي دواقلهم ذكريات لا تنسى تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي غداً في مقرها في محافظة جدة اجتماعاً طارئاً مفتوحة العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن تناقش العديد من الموضوعات وعلى رأسها الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن الموقف الموحد للأمة الإسلامية ضد عملية تدنيس المصحف الشريف شرفه الله في الأخبار الأمنية أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في مناطق عداخ هذا الأسبوع عن ضبط أكثر من عشرة ألاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتورط 11 في نقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والتستر عليهم كما أسفرت الحملات عن ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية قد شددت الداخلية على أن عقوبة من يسهل دخول المخالفين وإيوائهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرام مالية تصل إلى مليون ريال في نشرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يبعثان برقيات تهنية لرؤساء العديد من الدول بمناسبة وطنية لبلادهم أزيل الحج رئيس لجنة الحج العليا واكد نجاح الخطط الأمنية كافة لحج هذا العام ويشيد بالجهات المشاركة والحجاج ينهون مناسكهم بطواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق بدعوة من المملكة شماع طارئ لمنظمات التعاون الإسلامي غدا في جدة لبحث تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد عند الثانية عشر والنصف من هذه الليلة إن شاء الله لقاء إخباري يتجدد بكم يقعوا دائما في سلام وعافية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة